طيب خلينا بقى نلخص اللي حصل النهاردة في إطلاق النسان الأكستريل الجديدة في مصر العربية دي تعمل بتكنولوجيا اسمها E-Power التكنولوجيا دي باختصار هو مطور بنزين موجود بيشحن محركات الكهرباء اللي بتماشي العربية العربية بتمشي بالطاقة الكهربائية فقط العربية مش هايبرد العربية مش بنزين العربية الهايبرد لازم بيكون فيها محرك احتراق داخلي مع محرك الكهرباء وبتمشي بالطاقتين ممكن تمشيها كهرباء في الانطلاقة في الدوارة في البداية وعلى سرعات قليلة ولكن وقت ما بتتسارع وقت ما بتيجي تمشي بتعدي سرعة معينة بتلاقي مطور البنزين بتاعك أو محرك الاحتراق الداخلي بيشتغل معك العربية دي بتمشي كهرباء بس ولكن الحل الزكي اللي نيسان فكرت فيه خصوصا في الاماكن اللي مفيش فيها البنية التحتية الكافية أو محطات الشحن الكافية هي انها تحط لك مطور بنزين يعمل كمولد كأنه جنريتور بالضبط عارفين لما الكهرباء بتقطع في البيوت وكنا نجيب جنريتور عشان قطر يقوم الكهرباء لما الكهرباء الرئاسية تقطع ده كل قصته كده مولد بيعمل بالبنزين كل قصته ان هو يشحن البطارية بتاعة العربية تقوم نقل الطاقة للمحركين الكهربائيين اللي موجودين في نسخة الإي فورس والمحرك الكهرباء اللي موجود في نسخة الإي باور وتمشي العربية على كده شحن وتفريغ سريع العربية جت بفئتين فئة اسمها السنتا وفئة اسمها تيكنا الفئة اللي هي الأولانية جت خمس مقاعد وبمحرك كهربائي واحد على المحور الأمامي بقوة 200 وحد حصان وعزم 330 نيوتن متر العربية دي قادرة انها تتصارع من زير المياه في 8 ثواني وفي نفس الوقت قادرة على الوصول لماذا قد يصل إلى 1000 كيلو متر في كل تفويلة انت بتفول مطور البنزين عشان يشحن المواتير الكهرباء ولكن مطور البنزين ما بيمشيش العربية خالص الاربي ام بتاعه ما بيعلاش هو كل قصته ان هو شغال حيث ان هو يشحن البطارية بتاعت عربيتك فتدي الطاقة للمواتير الكهرباء بتاعتها النسخة الأقوى اسمها اي فورس نفس المظلة بتاعت الاي باور تشمل تحتها الاي فورس اللي هي النسخة الأقوى بتبقى مزودة بمطورين باقى كهرباء مطور على كل محور المطور الأمامي هو نفس اللي موجود في الاي باور العادية بس المرة دي بيولد 211 حصان وعزم 330 نيوتن وفيه مطور خلفي بيولد عزم 195 نيوتن قادرة على الوصول من زير المياه في 7 ثواني واثنين من عشرة ويعتبر معدل الاستهلاك بتاعه قوض المطور البنزين فيها 6 و 3 لتر لكل 100 كيلو متر وبتقدر توصل لرينج من 850 لحد 950 او 1000 حسب القيادة الاقتصادية بتاعتك العربية بتيجي بخمس مقاعد في الفئة الاولى سبع مقاعد في الفئة التانية الشنطة بتاعت الفئة الاولى 575 لتر الفئة التانية عشان موجود فيها الكرسين الورى فالساعة بتاعت الشنطة بتنزل ل485 لتر العربية الأبعاد بتاعتها كويسة جدا ربعمائة تمانية وستين طول 184 العرض بتاعها 172 الارتفاع وخلوص ارضي 18 سنتي ونص وقاعدة عجلات 270 سنتي ودي تعتبر مساحات كويسة جدا داخل السيارة ولكن طبعا الكرسين الورى صغيرين جدا يعني مياد نيادو بيكفوا ان هم اطفال اللي يركبوا فيهم جهاز التعليق بتاع العربية مميز قوي العربية بتوفر راحة متميزة خصوصا النسخة اللي احنا ركبناها النهاردة اللي هي الإي فورس وجود المحركين على المحورين بتوعها العربية مدينها اتزان وسبات متميز جدا سواء في الملفات او على السرعة يعني على الخط المستقيم الخامات بتاعتها العربية متميزة موصفات الامان في العربية تعتبر كاملة فيها كل الموصفات الاجابية سواء توقف تلقائي او بخقف الحارة المرورية او مسبت سرعة تفاعلي او الرادارة اللي هو بتاع الاميرجنسي ستوب والحاجات دي كلها وطبعا الايرباجز بقى وكل الكلام اللي احنا عارفينه دا موجود فيها فاعتبر باكتج مميز جدا عربية تحس ان فيها حتة ريفاين من تكده اوروبي يعني ما هماش مسترخصين ولا في الخامات ولا في الكاملات ولا في الحاجات دي كلها الفئتين النهاردة تم الاعلان عن اسعارهم الاسعار معلنة للفئة الاولى المعلنة انا بركز او تاني المعلنة اتنين مليون متين الفئة التانية اتنين مليون ونص اهم حاجة انا عامل عشان هالفيديو ان انا ارد ان العربية دي عربية كهرباء ما هياش هاجين ما هياش بنزين العربية دخلة مصر على انها عربية كهرباء دفع رسوم كهرباء بتترخص على انها كهرباء بتدفع الضريبة والحاجات اللي في الترخيص بتاعتها العربية الكهرباء انت ماشي 24 ساعة بالطاقة الكهربائية بس بدل ما تروح في محطة وتحط كابل وتقعد تشحن وتضيع وقتك مطور البنزين اللي موجود فيها شغال على طول شحن وتفريغ في البطارية بتاعتها النقطة التانية برضو عشان جايلي تعليقات كتير جدا سي في تي بتاع نيسان والمشعارف ايه يا جماعة العربية الكهرباء ما بيبقاش فيها ترانسميشن ما بيبقاش فيها فتيس بالمعنى المفهوم العربية دي عشان عربية كهرباء هو ترانسميشن من نسبة واحدة سرعة واحدة بس ما هواش سي في تي ما هواش اوتوماتيك ما هواش دول كلاتش ما هواش اي حاجة هو مش فتيس هو نسبة واحدة بس تمام عشان بس نبقى متفقين على النقاط دي اتمنى ان انا يكون لخصت الموضوع كله كده بصورة مبسطة واللي ما شافش الستوريز يشوفها نبقى حاطة هايلايت بالرحلة كلها من اول ما بدأنا اليوم لحد اخر حاجة في الحدث بتاع اطلاق الاكستريل شوفوه على الانستجرام وتشاكر عنه تابعه ونتقابل فيديو جديد قريب ان شاء الله